موسيقى وأنا وأنت مش عم نقدر نفهم بعض القصص نوقف بعض الأحيان ومزهولين بكيف الله ينقق كيف الله يفكر كيف الله يتصرف وعلى ضوء هذا الأمر اليوم أريد أن أعطي تحدي لحياتك الواحد فينا اليوم تحدي لك بأن المصدر تبع سلوكي وسلوكك تبع تفكيري وتفكيرك المصدر تبع قراراتي وقراراتك إرادتي وإرادتك لا ينبغي أن يكون الجسد أمين هذا المقيس المقيس أنك أنت تكون فرحان المقيس أنك أنت تكون مطمئن بركة تتبارك وأشخاص حتى تنقق شغله حتى لو كان على صعيد أنه ممكن تساوم ببعض المبادئ الكتبية لأنه في بركة تبارك مدياً وتنقية الشغل صار على هذا الأساس وتنقية حتى العرسين صار على هذا الأساس تنقية أساس كثير يصار على هذا الأساس وأشخاص بتعتقد بأنه لأنه إذا إذا مني فرحان يعني يمشي من الراب تعرف إذا هذا هو المقيس الصحيح لإرادة الله بحياتي وبحياتك إذن يسوع كان مغلط لما راح على الصليب يسوع راح على الصليب وكانت إرادة للأب السماوي المطلقة بعض الأحيان إرادة الله الصليب عم سمعني أحب أنتوا هون اليوم لأنه أنا وياك اليوم نلغي بعض الأساس من الكتاب المقدس فاهمين بأنه كل شيء لازم تكون la vie en rose لازم كل شيء يكون تمام لازم الله يكون عبرك لازم تكون عيش بسلام نعم أنا بديلك لازم تكون عيش بسلام لكن لما بتيجي التحديات عراف أنه بعض الأحيان الرب مش ما شئته أنك تطلع براتها لكن توجهها أو تنكرها أنك توجهها ينسبني هيك أنا ويصبح أنت تنقل شيء بناسبك أنا أكيد لأنه أنا وياك لما ما نفوت نشتري بانطالون ما ننقل إياسنا لما ما نشتري تيب أنا ننقل شيء بلبق لنا بسمعني قرارات الحياة هي مش على أساس الأشياء التي تنسبني قرارات الحياة هي على أساس أنا ما بحكيك شتري بانطالون أو لك الرب أريد أنني ألبس بانطالون واسع لأنه بلك لا مش هذا عم بحكي عنه اليوم مش هاي القرارات عم بحكي عنه عم بحكي عن قرارات مصرية في حياتي وفي حياتك من نقية بحسب شو بينسبني مش حسب شو الله بقول هيك بينسبني أنا منسبني هيك